الججوبة لما نيجي نتكلم عليها إحنا مؤخرا بقينا بنسمع ججوبة وكأنه نبات سحري وزيت الججوبة الجميع دلوقتي بيتكلم عليه علاج بشرة، علاج جلد علاج شعر في ناس بتستخدمها في علاج بعض أنواع الأجزمة أو كمان الصدفية وغيرها يعني إحنا شايفين أن الزجوبة دي تحولت إلى زيت سحري خلينا نتكلم عن بدايتها والتوسع في إنتاجها ولغاية ما وصلنا لمرحلة الزيت طيب هو زيت يمكن الناس كتير أول مرة تسمع عنه هي نبتة كانت بتتزرع في أمريكا الشمالية وكانوا بيسموها زهب الصحراء من كتر فوائدها الكبيرة زي ما حدتك تكلمت عليها كانوا بيستخدموها زمان في الحروب للتقام الجروح وقرح وعلاج القرح وكذا لأن فعلا فوائدها كبيرة جدا جدا للجلد، لصحة الجلد ودلوقتي يمكن أهمياتها يمكن التصديرية أكتر لأنها بتدخل تقريبا في كل مستحضرات التجميل لطبعا لها انتشار واسعة جدا زي ما حدتك بتقولي بتستخدم كحاجات علاجية للأجزمة وللصدفية عليها دراسات كتير أو أنها بتساعد جدا أنها تقلل من الحكة ومن الحمرار ومن التأشير وكمان بتستخدم في حاجات تجميلية لأنها فيها فيتامينات ومعادن ومضادات أكسادة عالية جدا فبتقلل من ظهور التجعيد بيستخدموها لإزالة المكياج متقلل من ظهور البثور ومضادة للفطريات وكمان فيها حاجة حلوة جيدا نحن عارفين كلنا اللي بنحط دهون أو زيوت على جلدنا البشرة الدهنية يقول لك لا الزيوت هتسد المسام البشرة الجفة لا الزيت دي من زيتها زيت الججوبة بالزيت مستو إنه هو شبه بالزبط السيبم أو المادة الدهنية اللي بتطلع من الغضط الدهنية اللي موجودة في الجلد بتاعنا فبالتالي هي بتستخدم لأصحاب البشرة الجفة أصحاب البشرة العديقة لأنها بتخلي البشرة تحتفظ بالرطوبة بتاعتها فهي مرطب عالي جدا وفي نفس الوقت الجلد اللي بيحسش إنها حاجة غريبة لأن مكوناتها تقريبا شبه مكونات السيبم أو المادة الدهنية الطبيعية اللي بتطلع أو بتفرس من الجلد فبتستخدم لكل أنواع البشرة وكمان من كتر ما هي مش بتسد المسام أو بتزيت زي بقيت الدهون إنها بتستخدم حتى تحت الميكياج لأن هي حتى مش بتعمل أي أسرار يعني أو كامورات القاوي قبل فهي طبعا يعني ذهب فعلا الحاجة ماجيكل من أنواع الزيوت هي طبعا مش بتبتلكل أو بتتشرب بس هي فوايدها كلها تجميلية وعلاجية للجلد وطبعا للشعر نفس القصة بتمنع القشو الأجزيما اللي بتعمل القشور وبتساعد على ترتيب الشعر فيتاميناته معايدا كتير جدا فبتساعد على الاحتفاظ بصحة الشعر ونظرته ترجمة نانسي قنقر